اشتركوا في القناة وهي أرملة شهيد بدر أنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه فقد أسلمت وهاجرت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاث من الهجرة والرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الخامسة والخمسين من عمره المبارك وطلقها تطليقة واحدة ثم راجعها نزل عليه الوح راجع حفصه فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين وماتت في شعبان سنة خمس وأربعين وهي ابنة ستين سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر